اه الزمالك حمدي علاء وماجد هاني انتقلوا النهاردة وانتقلوا بحوالي 12 مليون فجمهور الزمالك قاعد يقول لك يعني انتقال يعني ماجد هاني وحمدي علاء يعني مفيش فرصة ان هما يكون متوجدين مع الفريق الاول وبالتالي 12 مليون بعد عارة اكتر من سنة الحمدي علاء وماجد هاني كمان ما كانش فيه فرصة او ما كانش فيه رغبة في ابقاءه فبالتالي الزمالك استفاد بال 12 مليون ابتدى يقول يعني مبلغ قليلة جدا كان ممكن لعبة بعد شوية تمشي ببلاش كمان جمهور الزمالك بيقول ليه طب ما يعني رفضوا ان انتقال محمد اسماعيل ورغم ان زد عمل توقمة مع النادي الأهلي وكان ممكن يوافق على رحيل زيكو لا يعني على حد علمي يعني ان النادي الإدارة الرياضية متمثلة في الكابتن سيف زاهر او الكابتن احمد عبدالله ما كانش عندهم منع في انتقال محمد اسماعيل لنادي الزمالك وان مجدي عبدالعاطي هو اللي رافض وعايز يحافظ على قوام الفريق وده اللي خلى انسي سويرس رئيس النادي وابن نجيب سويرس ان هو يقرر عدم بيع اي لاعب من نادي زد والحفاظ على القوام الأساسي وده حق من حقوقهم فما يزعلش خالص وبالتالي يعني استفاد نادي زمالك ب12 مليون جنيه من بيع اتنين لاعيبة ما كانش هي كلهم دور الفترة اللي جاية مع نادي الزمالك الزمالك